استعرض مجلس الوزراء خلال اكتماعه برئاسة مصطفى مدبولي في مقر الحكومة بمدينة العالمين الجديدة تقريرا من وزارة الصحة حول اخر مستجدات الحالة الوبائية لفيروس كورونا محليا وعالميا وخلال الاجتماع اشارت وزارة الصحة الى انه فيما يتعلق بموقف التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا في مصر فقد بلغ عدد المواطنين المستهدفين محليا من التطعيم بالكامل خمسين مليون مواطن وذلك طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية واضحت الوزراء انه قد طلق الجرع الاولى بنسبة تسعة وتسعين فاصل تمانية في المائة من المستهدف فيما طلق الجرع الثانية نسبة تمانية وسبعين في المائة من المستهدف اما الجرع الثالثة التنشطية فقد استهدفت حوالي خمسة وعشرين مليون مواطن من الفئادات الاولوية وتلقى الجرع منهم نحو تمانية ملايين مواطن بنسبة واحد وثلاثين ونصف في المائة ترجمة نانسي قنقر